جيم تنظيم التسويق يتطلب وضع الخطة التسويقية موضع التنفيذ أن تقوم المنشأة بتصميم التنظيم الملائم للتسويق يختلف هذا التنظيم من منشأة لأخرى باختلاف عدد من العوامل منها حجم المنشأة ومجال نشاطها وأهمية التسويق بالنسبة لها ومدى قدمها وغير ذلك من العوامل فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشأة صغيرة الحجم بدرجة كبيرة وأهمية التسويق فيها محدودة يمكن أن يتمثل تنظيم التسويق في شخص واحد أو عدة أشخاص يكون كل منهم مسؤولا عن جانب معين من جوانب التسويق بينما في المنشآت كبيرة الحجم والذي يحتل التسويق بها أهمية كبيرة يكون تنظيم التسويق تنظيما متشعبا معقدا يحتوي على الكثير من الوظائف والإدارات والأقسام والسلطات والمسؤوليات والصراعات وعموما فإنه يوجد أكثر من أساس أو تجميع أوجه النشاط التسويقي وهي على النحو التالي أولا الأساس الوظيفي ثانيا على أساس المنتج ثالثا أساس العميل رابعا أساس المنطقة الجغرافية هذا بالإضافة للأساس المركب الذي يمكن أن يتم فيه الجمع بين أكثر من أساس في نفس الوقت وفيما يلي توضيح مختصة لكيفية تنظيم السوق طبقا لهذه الأسس أولا الأساس الوظيفي طبقا للأساس الوظيفي يتم تقسيم أو تجميع الأنشطة التسويقية طبقا للوظيفة التسويقية المعينة التي تنتمي إليها فعلى سبيل المثال قد يتم تخصيص إدارة أو قسم لتخطيط وتطوير المنتجات وقسم ثاني للتسعير وقسم ثالث للبيع الشخصي أو المبيعات وقسم الرابع للإعلان وقسم خامس للنقل والتوزيع وهكذا ويوضح الشكل التالي مثالا لهذا النوع من التنظيم ويحقق هذا النوع من التنظيم مزايا التخصص وتقسيم العمل بينما يعتبر أهم عيب فيه هو صعوبة التنسيق بين هذه الوظائف مع بعضها البعض ثانيا أساس المنتج يتم تنظيم التنسيق على أساس المنتج إذا كانت المنشأة تتعامل مع منتجات متباينة بدرجة كبيرة حيث يختلف الجهد التسويق اللازم من هذه المنتجات أو لكل مجموعة منها وفي هذه الحالة يتم تخصيص إدارة أو قسم لكل منتج وتكون هذه الوحدة التنظيمية مسؤولة عن الجهد التسويقي الخاص بهذا المنتج أو بمجموعة المنتجات ويعكس الشكل التالي مثالا لهذا النوع من التنظيم ويحقق هذا النوع من التنظيم سهولة التنسيق بين الأنشطة التسويقية فيما يتعلق بكل مجموعة من المنتجات ومع ذلك يعيبه الإزدواج والتكرار في أداء هذه الأنشطة مما ينتج عنه عادة ارتفاع في تكاليف السوق ثالثا على أساس العميل يشيع استخدام أساس العملاء في المنشآت التي تقوم بالتسويق لمجموعات متباينة من العملاء بحيث يتطلب التعامل مع كل منها جهود تسويقية مختلفة حتى إذا كانت المنتجات التي يشترونها هي نفس المنتجات فعلى سبيل المثال إذا كانت المنشآت تتعامل مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والمؤسسات الحكومية فقد تجد أنه من المنطقي أن يتم تنظيم الأنشطة التسويقية بها طبقا لأساس العميل ويوضح الشكل التالي مثالا لهذا التنظيم ويتضمن هذا النوع من التنظيم مراعاة إشباع حاجات كل مجموعة من العملاء بالطريقة التي تلائمها وتخصيص ما تتطلبه من جهود تسويقية ملائمة لها ويعطى كل مجموعة الاهتمام اللازم ومع ذلك فإن هذا النوع من التنظيم يعاني من تكرار وإزدواج الجهود التسويقية مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسويق رابعا على أساس المنطقة الجغرافية قد تلجأ المنشآت تنظيم أنشطتها التسويقية على أساس المنطقة الجغرافية فإذا كانت تتعامل في أسواق مختلفة من الناحية الجغرافية وقد يكون هذا الاختلاف الجغرافي على مستوى نفس الدولة وقد يكون على المستوى العالمي فعلى سبيل المثال يمكن أن يتم تنظيم التسويق لمنشآة تعمل بالمملكة العربية السعودية على أساس المناطق فيتم تخصيص وحدة تنظيمية لمنطقة عسير ووحدة أخرى لمنطقة الرياض ووحدة ثالثة لمنطقة مكة وإذا كانت منشآة ما تعمل في مجال التسويق المحلي والتصدير فقد يتم تنظيم التسويق بها على أساس منطقتين هما السوق المحلي والسوق الخارجي والشكل التالي يوضح مثالا لهذا النوع من التنظيم ويتيح هذا النوع من التنظيم للمسؤولين عن التسويق تفهم ظروف وخصائص كل منطقة جغرافية بمكوناتها المختلفة مما يساعد على ارتفاع كفاءة وفعالية الجهد التسويقي فيها وبالرغم من مزايا هذا النوع من التنظيم فإن هناك عدد من العيوب التي تصاحبه أهمها صعوبة الإشراف والرقابة على مديري التسويق بالمناطق الجغرافية خامسا الأساس المركب يمكن استخدام أكثر من أساس في تنظيم أنشطة التسويق بالمنشأة فقد يتم الجمع بين أساس الوظائف وأساس المنتجات أو غير ذلك من الأسس ويتمثل الهدف من الاعتماد على أكثر من أساس في التنظيم في محاولة الحصول على أكبر قدر من مزايا كل أساس وتلافي ما يمكن تلافيه من عيوب ويوضح الشكل التالي كيفية تنظيم التسويق طبقا للأساس المركب باستخدام أساسين هما المنطقة الجغرافية والمنتج على سبيل المثال ويعني التنظيم المبين في هذا الشكل أن التقسيم أو التجميع تم على أساس المنطقة الجغرافية على المستوى الإداري الأول الذي يتبع مدير التسويق مباشرة وذلك نظرا لاختلاف طبيعة الأسواق طبقا للمنطقة وبالرغم من تشابه الظروف المنطقة الجغرافية فإنه وجد أن هناك اختلافات داخل المنطقة من حيث نوعية المنتج وبالتالي تم تخصيص وحدة تنظيمية لتسويق السلع المعمرة كالثلاجات والسخانات والغسالات ووحدة أخرى للسلع غير المعمرة كالمنتجات الغذائية بصفة عامة دال الرقابة على التسويق بعد أن يتم وضع خطة التسويق موضع التنفيذ لا بد من ممارسة وظيفة الرقابة للتأكد من أن الأداء التسويقي يتم وفقا للخطة الموضوعة وتحديد أي انحرافات إن وجدت ودرجتها وأسبابها والمسؤول عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها والعمل على منع تكرار حدوثها في المستقبل وفي هذا المجال يمكن التفرق بين أربعة أنواع من الرقابة وهي الرقابة على الخطة السنوية والرقابة على الربحية والرقابة على الكفاءة وأخيرا الرقابة الاستراتيجية وتهدف الرقابة على الخطة السنوية إلى التأكد من تحقيق المنشأة الأهداف والنتائج التي تضمنتها هذه الخطة مثل المبيعات والأرباح أما الرقابة على الربحية فتتم بشكل دوري وذلك لتحليل الربحية الفعلية لمختلف المنتجات ومجموعات العملاء ومنافذ التوزيع كمتاجر الجملة ومتاجر التجزاء وأحجام الطلبات ومقارنتها بما كان يجب أن تكون عليه وتهدف الرقابة على الكفاءة إلى تقييم وتحسين الكفاءة في الانفاق على الجهود التسويقية وكذلك تحديد الأثر الناتج على نفقات التسويق ومن أمثلة المؤشرات التي تستخدم في هذا المجال بالنسبة للقوة البيعية على سبيل المثال متوسط عدد الزيارات البيعية لمندوب البيع في اليوم ومتوسط الزيادة البيعية ومتوسط الإرادات الناتجة عن الزيارة البيعية وأخيرا فإن الغرض من الرقابة الاستراتيجية يتمثل في تحديد ما إذا كانت المنشأة تستغل أفضل فرص المتاحة أمامها فيما يتعلق بالأسواق والمنتجات وقنوات التوزيع ويلاحظ أن لكل نوع من أنواع هذه الرقابة مسؤول رئيسي عنها ويوضح الشكل التالي أنواع الرقابة على النشاط التسويقي والمسؤول عن كل منها والغرض منها وكذلك المداخل أو الطرق التي تستخدم فيها ترجمة نانسي قنقر